نقطة تحول جديدة في تاريخ مصر سطرها أبناء الوطني منذ 56 عاماً ففي الرابع عشر من مايو عام 1964 وعلى مدار ثلاثة أيام بدأ تحويل مجرى نهر النيل وتخزين المياه خلف السد العالي بعد انتهاء المرحلة الأولى من إنشائه قدر جديد حمل بلاد من خطر الفيضانات أو الجفاف أحياناً ووفر مليارات الأمتار من المياه المهدرة عند المصب في البحر الأبيض المتوسط في مثل هذا اليوم كانت لحظة وقف فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجانب رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي فخوراً بما أنجزته السواعد المصرية والتي كتبت فصل جديداً في مستقبل مصر وبعد حوالي ثلاث سنوات وفي عام 1967 انطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي يعقبها بعد سبع سنوات افتتاح السد مشروعات عديدة على نهر نيل أقامها المصريون منذ عقود للتحكم في إيراد النهر المتغير والذي كان يصل أحياناً لحد الفيضان وأحياناً أخرى لحد الجفاف لكنها جميعاً كانت علاجات جزئية حتى جاءت فكرة إنشاء سد ضخم يخزن المياه في السنوات ذات الإيراد العالي لاستخدامها في السنوات ذات الإيراد المنخفض ليصبح السد العالي هو أول مشروع للتخزين المستمر على مستوى دول الحوض يتم تنفيذه داخل الحدود المصرية